اكثر من عشرة الاف شخص من سكان قضاء المشخاب في النجف مهددة حياتهم بعد جفاف نهر شلال بشكل كامل من جراء توقف مضخة المياه الوحيدة التي تغذي هذا النهر وبقية الانهر الفرعية في المشخاب شط شلال جاف تماماً أريد نعرف المشكلة يمنوا الحلول يمنوا المسؤولين وين المسؤولين اللي يمهم القرار وينهم معقولة عشرة الاف نسمة متعطلين على قضية ناحولة على قضية مضخة معقولة إذا عطلت المضخة بعد ماكو ماي ما فكرتوا بالناس تشرب اشتزرع اشتاكل ناس جاء تعتاش على هذا النهر إلى متى نظل الناشد وإذا ماكو مناشده لازم ننزل للشارع إلى متى نعيش بالذلة والمهانة والسكوت موت بطيء يواجه السكان وماشيتهم وبطالة إجبارية ومشاكل مجتمعية وجنائية ومستقبل مجهول بانتظار سكان المشخاب بعد انعدام سبول العيش نحن قاعد نعاني نعاني من جفاف الأنهر زراعة ماكو الشباب يعني شباب عندنا انتهت الشاب هسه من ينطر ما عنده يعني فتشي اللي يعيش به قاعد يروح يروح للمخدرات جرائم قتل تسليب أنتم قاعد تجبروننا أن نسوي شيء وعلى وقع هذه الأزمة الخطيرة اضطرت مئات العائلات للنزوح باتجاه المدن بعد انقطاع مصدر رزقهم المعتمد على الزراعة ومنها زراعة محصول رز العنبر المتوقفة بسبب الجفاف قضاء المشخاب اللي كان سابقا يزرع أكثر من 37 ألف دونم قضاء المشخاب كان يصدر هذا المحصول إلى كل بقاع العالم ألا وهو محصول رز العنبر اليوم وبعد عشرين عام من عمر هذه الحكومة هذه حكومة المحاصصة وحكومة المحسوبية والمنسوبية نرى كل شيء في هذا البلد انتهى زراعة صناعة كل شيء في هذا البلد انتهى ويلقي المسؤولون في النجف باللائمة على التغيرات المناخية والاحتباس الحراري وقلة هطول الأمطار عادين إياها أسبابا رئيسة لجفاف المياه دون التطرق لمكامن الإهمال والتقصير الحكومي في احتواء الأزمة وتوفير البدائل تعد ظهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية وقلة فطور الأمطار وقلة الواردات المائية من دول الملبع وخصوصا في دجل والفرات من المحددات والتحديات الكبيرة التي تأثر على الزراعة وخصوصا في محافظة النجف وبسبب الجفاف لجأت الجهات الحكومية في النجف لتخفيض نسبة المساحة المزروعة إلى نحو ستة آلاف دونم فقط من أصل مائتين وثمانية عشر ألف دونم سنويا إلا أن المساحة المقلصة تحولت هي الأخرى إلى أرض بور نتيجة لجفاف المياه اشتركوا في القناة